مرحباً السادات والسادة أهلاً وسهلاً بكم في هذه الندوة التي عن آفاق الحرب وآفاق السلام في اليمن نرحب السيدة توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام كأول امرأة عربية وحائزة على هذه الجائزة التي زارتنا أمس في ألمانيا والتي ستلقي عليكم في هذه الندوة التي بأنوان الحرب في اليمن وآفاق السلام وسوف تعطينا نبدأ مختصرة عما حققته زيارتها أمس التي كانت لأحزاب الألمانية حزب الـ والـ CSU الحاكم وشريكه في الحكم حزب الـ SPD وحزب المعارضة حزب الخضر وزيارتها للمفوض العام لشؤون الشرق الأوسط والمسؤولين عن ملف العربي والجزيرة العربية في وزارة الخارجية نرحب بسيدة وكل كرمان أجمل ترحيب وأهلا وسهلا بكم في هذه الندوة المفتوحة شكراً جزيلاً وأنا سعيدة جداً بأني اليوم هنا في ألمانيا للحديث إليكم وقبلها الحديث للنخاب السياسية في ألمانيا حول محلة الحرب وآفاق السلام في اليمن ما سأتحدث عنه اليوم هو ذاته ما تحدثت عنه البارحة مع من التقيت بهم وإن شاء الله ستكون هناك لقاءات أخرى وأخرى لبلورة رؤية حقيقية تعمل على صناعة سلام مستدام في اليمن لكن من المهم جداً ونحن نتحدث عن سلام مستدام في اليمن علينا أن نبدأ بتوصيف جيد وفعال للمشكلة ما الذي يحدث في اليمن ما هي أسباب هذه الحرب المشتعلة هذه الحرب المأساوية في اليمن رغم أن اليمن حطة يعني أو اكتاز مراحل كبيرة جداً في بناء السلام الحرب في اليمن للأسف الشديد أتت بعد عملية سلام ناجحة وليس كما هو معتاد أن السلام يأتي بعد الحرب الذي حدث في اليمن أن الحرب أتى بعد سلام هذا السلام تقل في مرحلتين أساسيتين في ثورة شبابية شعبية سلمية عظيمة انطلقت يوم 11 فبراير قرر فيها اليمنيون أن يحققوا جميع أهدافها بسلمية 100% وأن يغادروا ثقافة العنف وأن يتركوا أسلحتهم المقدرة بحوالي 70 مليون قطعة صلاح في قراءهم وقبائلهم وينطلقوا بالورود وبالأهازيق والأغاني يواجه كل صلاف المخلوع علي عبدالله صالح واستطاعوا بهذه الثورة السلمية أن يرغموا المخلوع صالح على مغادرة السلطة أيضاً بعد عملية انتقالية سلمية 100% هذه العملية الانتقالية السلمية 100% لم تقصي أحد بالعكس فتحت ذراعيها لكل مكونات المجتمع بمن فيهم الحزب المخلوع الذي ثار عليه اليمنيون في 11 فبراير فكان جزءاً من السلطة التوافقية وكان بعد أن كان جزءاً من السلطة التوافقية كان هو وميليشيات الحوثي جزءاً من عملية حوار دامت حوالي سنة كاملة هذه عملية الحوار التي استمرت لمدة سنة كاملة أنتقت مخرجات حوار وطني شامل هذه المخرجات تطرقت لكل مقومات بناء الدولة اليمنية الجديدة دولة العدالة والحرية والحقوق والكرامة والمواطنة المتساوية وحكم القانون والديمقراطية وكذلك استطاعت أن تنتق هذه العملية الانتقالية السلمية استطاعت أن تنتق مشروع دستور مشروع دستور انتصر لجميع القيم التي ناضل من أجلها ثوار فبراير عام 2011 وقبل ذلك أجدادنا الكبار في عامي 62-67 في ثورتين 26 سبتمبر و14 أكتوبر الآن الحرب التي تعاني منها اليمنين التي الآن تأكل الأخضر واليابس التي نتيجتها مئات الآلاف من المهكرين والمشردين التي نتيجتها عشرات الآلاف من الشهداء التي نتيجتها كذلك عشرات الآلاف من الجرحة أكثر من عشر ألف مخفي ومعتقل مخفي قسريا ومعتقل معاناة جوع مرض قتل يومي تدمير منازل تجييش لأطفال حصار بالغ لمدينة عظيمة يسكنها ملايين الليمنيين هي تعز تعاني الآن من حصار من الدواء والغذاء والأكسجين وغير ذلك معاناة شديدة ما الذي أدى إلى هذه الحرب؟ إذن الحرب في اليمن لم تأتي نتيجة لغياب الشراكة والتوافق لم تأتي الحرب في اليمن نتيجة لإقصاء فصيل أو تيار معين أتت الحرب نتيجة لعاملين أساسيين العامل الأول ثورة مضادة يقودها المخلوع علي عبدالله صالح ثورة مضادة تنتقم من ثورة 11 فبرا التي أقصته عن رأس السلطة وظهور ميليشيا دينية فاشية نازية تؤمن بحقها الحصري في الوصول إلى السلطة وفي الحكم قائمة على ترهات دينية وعصبوية بأنهم يمتلكون دماء زرقاء لأنهم أبناء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالتالي يحق لهم أن يحكموا هذا البلد ويتحكموا بجميع مخرجاته فإذا نحن أمام جماعة دينية شمولية تدعي تميزها العرقي واصطفاءها السلالي جماعة أيضاً هذه الجماعة نفسها جماعة مسلحة تسعى لتحقيق أهدافها بالقوة والعنف وتمتلك السلاح الذي راكمته عبر تهريب الأسلحة القادمة من إيران وعبر الاستيلاء على أسلحة الدولة يعني كميات كبيرة من أسلحة هائلة للدولة التي حصلت عليها عبر شريكها المخلوع علي عبدالله صالح الذي ضلت سيطرته على الجيش باقية خلال الفترة الانتقالية رغم مغرادرته لرأس السلطة وحتى لحظة اقتحام صنعاء وبالتالي الميليشيا استطاعت أن تبسط نفوذها وتحتل العاصمة صنعاء وقميع المحافظات التي احتلتها ووصلت إليها بالتواطئ مع المخلوع صالح وب يعني تواطئ ودعم من قبل إيران وأوهامها بالسيطرة على المنطقة العربية برمتها إذن الآن نحن أمام إرادتان تتصادمان أثناء هذا الحرب نحن أمام إرادتين نحن أمام دولة وشعب يريد يعني شعب يريد دولة جديدة يمن جديد هذه الدولة فيها هي من تحتكر انتلاك السلاح واستخدامه وهي من تحتكر ممارسة السيادة على جميع التراب الوطني وأن جميع من فيها يجب أن يعيش شركاء ينظموا أنفسهم نقابيا وحزبيا وسياسيا دون استخدام القوة لتحقيق أهدافهم السياسية بالمقابل هناك ثورة مضادة يقول هذا المخلوع علي عبد الله صالح يدعم فيها ميليشيا مسكونة بها الاصطفاء العرقي والتفوق السلاء السلالي وأنهم الأحق في الحكم هي هذه الحقيقة التي جعلتهم ينقلبوا على العملية الانتقالية مرة أخرى لم ينقلبوا على العملية الانتقالية لأنهم محرومين من المشاركة في الحياة السياسية ولا لأن الاتفاق والتوافق غير موجود ولا لأنهم يتعرضوا للقمع والإقصاء ولا لأنهم مستبعدين من الحوار ولا لأنهم محرومين من حقوقهم وحرياتهم الأساسية التي ضمنتها لهم ثورة 2011 والعملية الانتقالية برمتها ومخرقات الحوار الوطني الآن بعد أن تم تقويض العملية الانتقالية ما الذي حدث؟ طبعاً بعد أن غزوا العاصمة وبقية المدن الهامة الخليج شعر بتهديد حقيقه لأمنه القومي وخاصة بعد العمليات العسكرية التي حدثت بالحدود والتي قامت بها ميليشيات الحوثي وخاصة بعد التصريحات المتكررة من قبل ملال إيران وقبل سلطتها السياسية بأن صنعاء رابع عاصمة عربية يتم الاستيلاء عليها وكذلك بأنهم يسعون إلى بناء الإمبراطورية الفارسية في قزيرة العرب إذن شعر الخليج بأن أمنهم واستقرارهم مهدد بالتقويض من قبل هذه الميليشية التي تدار من طهران وتتلقى منها الدعم والمساندة بالسلاح والمال والتخطيط أيضا أن هذه الميليشية استولت على اليمن اليمن ذات الكثافة السكانية واليمن ذات المساحة الجغرافية الكبيرة واليمن ذات الموقع الجغرافي الاستراتيجي حينها استعان الرئيس هذه والحكومة الانتقالية بدول الجوار لكي يواجه هذا الإنقلاب المدعوم من قبل إيران هذا التدخل مرة أخرى نحن نتحدث عن ما الذي يحدث لماذا هذه الحرب الآن؟ نحن الآن نسرد ما الذي حدث هذا التدخل طبعا حظي بمساندة دولية من قبل أمريكا وفرنسا وبريطانيا والكثير من الدول التي أعلنت هذه الدول أنها يعني تقدمت دعم السياسي واللوجستي للتحالف ونشأت بالمقابل مقاومة شعبية في معظم المحاطبات التي تعرضت للغزو رافض هذا الغزو وهذا الاكتياح ومدافعة عن الجمهورية اليمنية التي قوضها المخلوع علي صالح وميليشيا الحوثي وبدعم من إيران نشأ هناك نضال آخر وهو النضال الذي هو امتداد لنضالنا لنضال ثوار فبراير وهو النضال السلمي وهو النضال الذي أنتمي أنا إليه حتى يومنا هذا النضال السلمي الذي قاومه المخلوع علي عبد الله صالح والنضال السلمي الذي دخل في العملية الانتقالي لكي ينتج الدولة اليمنية الحديثة دولة العدالة والحقوق الحريات دولة الكرامة ومكافحة للفساد دولة الديمقراطية والسلام وحكم القانون وهو ذاته النضال السلمي الذي نخوضه نحن الآن في مواقهتنا للميليشيا وللمخلوع علي صالح وكذلك يعني إيران من وراءهم هذه هي فتنة الحرب الآن ما هي أفاق السلام في اليمن طبعا ونحن نتحدث عن سلام علينا أن نعلم بأن هذا السلام يجب أن يكون سلاما مستداما وليس هدنة مؤقتة ولا استراحة محارب يتم فيها بعد ذلك يعني العودة إلى الحرب بشكل أنكى وأشد إذن أي محاولة من قبل اليمنيين من قبل سلطتهم من قبل المهتمين بالشأن اليمن من قبل الدول يجب أن تكون من أجل عملية صناعة عملية سلام مستدام لليمن لكن هذا السلام كيف له أن يكون مستداما لا يمكن لأي سلام يكون مستدام في أي بلد من البلدان ما لم يحتفظ هذا السلام بالحق الحصري للدولة في امتلاك السلاح ما لم يؤدي هذا السلام إلى الحق الحصري للدولة في ممارسة السيادة سيادتها في القرار وسيادتها في التحكم والسيطرة على جميع التراب الوطني لا يمكن أن يكون هناك سلاماً مستداماً ما لم تكون جميع المجموعات داخل هذا البلد سياسية نقابية مدنية أي أحد في هذا البلد لا يتخذ العنف وسيلة لتحقيق أهدافه وبالتالي من يريد أن يصل إلى السلطة من يريد أن يحقق أهدافاً سياسية عليه أن يدخل السياسة من بوابة العمل السياسي وهي العمل الحزبي من يريد أن يعمل عمل مدنية مرتب ومنظم عبر النقابات والمنظمات وإلى آخره والحركات لكن دون أن نلجأ للعنف وسيلة لتحقيق أهدافه لا يمكن أن تكون هناك عدالة انتقالية دون أن يكون هناك عفواً لا يمكن أن يكون هناك سلاماً مستداماً دون أن يكون هناك عدالة انتقالية حقيقية تنصف الضحايا تعوذ الضحايا تعترف للمجتمع وللعالم بالجرائم التي حصلت تعاقب أمراء الحرب وتحاسبهم تكفل عدم تكرار هذه الجرائم بالإجراءات وغيرها من الإجراءات تخلد الذكرى عدالة انتقالية حقيقية لا يمكن لأي سلام أن يتحقق في البلد أي بلد كان ما لم يكن هناك جيش وطني ولاءه للوطن ليس لحزب ولا لطائفة ولا لفرد ولا لقبيلة ولا لجهة ولا لسلالة ولا لأي أحد فقط للوطن ولدستوره لا يمكن أن يكون هناك سلاماً مستداماً ما لم تكن هناك تنمية حقيقية تنمية حقيقية تساعد المواطنين في هذا البلد أن يدعموا تحولهم السياسي بتحول اقتصادي لا نقول يقضي على الجوع وإن كانت هذه أهم أهداف التنمية المستدامة التي نسعى لها في استراتيجيتنا وفي أجندتنا كثوار لـ 2011 لكن على الأقل يخفف من الفقر ويقضي على المرض التحول اقتصادي حقيقي إعادة إعمار لكل ما دمرته هذه الحرب الآن ونحن نتحدث عن هذا الشيء نتحدث عن الحق الحصري في امتلاك السلاح ونتحدث للدولة ونتحدث عن حقها الحصري في مارسة السيطرة على الأرض وعلى القرار يأتي السؤال من يمثل الدولة التي تطالب بأن تحتكر نطالب نحن بأنها هي من تحتكر امتلاك السلاح وتزاول السيادة والسيطرة على كامل التراب الوطني طبعاً القواب للغاية منطقي وسهل وموضوعي كذلك هذه الدولة هي الدولة ممثلة بالسلطة الانتقالية ممثلة بالرئيس عبد الرب منصور هذه وحكومته ليس حباً في الرئيس هادي لكن عملاً بالمواثيق والاتفاقات والقرارات التي كانت نتيجة لثورة 2011 لقرارات مجلس الأمن كلها أكثر من خمس قرارات أكثر من خمس قرارات نصت على السلطة الانتقالية ممثلة بالرئيس عبد الرب منصور هادي هذا الرئيس هو الذي توافق عليه اليمنيون في نوفمبر 2011 ضمن عملية سياسية يطلق عليها المبادرة الخليجية توافق عليه اليمنيون بأن يدير العملية الانتقالية كاملة حتى يصل إلى الانتخابات ووضحوا داخل العملية أو اتفاقية نقل السلطة أو المبادرة الخليجية اتفقوا على مجموعة المهام التي يجب أن ينقذها الرئيس هادي حتى يصل إلى انتخاب أو تسليم السلطة لمن بعده عبر الانتخاب وبالتالي نحن نتحدث عن سلطة انتقالية تنتهي يعني وظيفتها ومدتها حينما يتم الانتخابات كاملة محلية برلمانية ورئاسية ووفق الدستور الجديد الذي يعني توافق عليه اليمنيون وهو أحد مخرجات الحوار الوطني طبعا الآن نحن لدينا حوار في الكويت وهذا الحوار مهم أنا على الصعيد الشخصي وأتوقع وكثير من اليمنيين بل يعني أغلب اليمنيين يشعروا بأهمية هذا الحوار ويأمل أن ينقح هذا الحوار لعدة أسباب إيمانا بالكويت لأن الكويت لديها تاريخ رائع جدا مع اليمن في سبيل يعني تنميتها ودعمها وأيضا لأن الكويت لديها محطة مهمة جدا في تاريخ اليمنيين حينما استضافت الحوار بين اليمن الشمالي والجنوبي آنذاك واستطاعت أن تصل إلى أن تصل باليمنيين إلى اتفاق مستدام لكن ونحن ننظر يعني كيمنيين لهذه المحادثات كفرصة أخيرة لبناء سلام مستدام في اليمن إلا أنه حقيقة أنه هناك قلق من هذه المحادثات وهناك مخاوف مشروعة هذه المخاوف المشروعة تكمن في شيئين أساسيين وهي مخاطر تتعلق بأنه أي اتفاق قد يسفر عن هذه المحادثات بحيث قد يؤدي إلى تشكيل حكومة تشارك فيها ميليشيا الحوثي قبل تسليم السلاح وقبل الانسحاب من المدن وهذا ما تطالب به ميليشيا الحوثي للأسف وداعمها الإقليميين في حال طبعا حدث ذلك فنحن سنكون على موعد مع نسخة بائسة جدا من حزب الله في اليمن نحن سنكون على موعد مع حزب الله الذي سيطر الآن على الدولة اللبنانية والذي الآن نتيجة لهذا الحزب الآن لا يوجد لا رئيس دولة ولا رئيس حكومة يعني لمدة يعني للأسف الشديد سنتين سوف تبدو سيطرة هذه الحكومة على البلد كبيرة جدا طبعا والأسف الشديد على اليمن يعني لا مقال للمقارنة أبدا سيكون بين حزب الله اللبناني وحزب الله اليمني طبعا يجب الانتباه إلى أن تعهدات الحوثيين بتسليم السلاح والمدن بعد تشكيل الحكومة لن تكون تعهدات حقيقية سيغدو الأمر مقرد وعود فحسب لا ضمانة حقيقية على الوفاء بها كل ما سيتم عمله لاحقا سيصب في زيادة ضعف الدولة مقابل زيادة في قوة الميليشيا ولذلك يعد مطلب تشكيل الحكومة قبل تسليم السلاح والانسحاب من المناطق هذا المطلب هو انتم فهو سيتم تسليم بمشروعية الانقلاب سيتم التضحية بالشرعية الحالية والاعتراف بمشروعية الانقلاب وسيتتم وشرع على استمرار سيطرتهم واستحواذهم على الدولة اليمنية حتى إشعار آخر طبعا ونحن نتحدث عن هذا نريد أن نؤكد على شيء مهم جدا بأنه لا أحد مع فكرة اكتثاث الحوثيين ولا حتى مع إقصائهم من المشاركة في الحياة السياسية والعامة ولا ضد تحولهم لحزب سياسي نحن لسنا دعاة حروب نحن دعاة سلام ونريد لهذه الحرب أن تتوقف اليوم قبل غد لكن مرة أخرى كما بدأنا نريد سلام مستدام لا هدنة مؤقتة تبقي على أسباب الصراع والاقتتال نريد شراكة وتوافقا وطنيا لكن بين جماعات وأحزاب سياسية لا تنتلك القوة ولا تستخدمها لتحقيق أهدافها نحن نتحدث عن تخوفاتنا من أن يتم تشكيل الحكومة قبل تسليم السلاح وأن لا يتم تحول ميليشيا الحوثي إلى حزب سياسي نضع هذه التساؤلات وهي تساؤلات مهمة أيهما يجب أن يسبق الآخر؟ الشراكة والتوافق في الحكومة أم تسليم السلاح والانسحاب من المناطق؟ قبل الإجابة على هذا السؤال بنضع تساؤلات أخرى مهمة كذلك هل حدث الانقلاب والغزو الميليشاوي للمدن والمناطق والعاصمة بسبب غياب الشراكة؟ أم لأن هذه الميليشيا تمتلك السلاح الذي يوازي سلاح الجيش وتنازع الدولة السيطرة ونفوذها على أجزاء من الأرض اليمنية؟ السؤال الثاني ألم تقترح الميليشيا المهندس خالد بحاح رئيسا للحكومة الانتقالية أو التوافقية؟ ثم انقلبوا عليه السؤال الثالث ألم تقبل هذه الميليشيا بالرئيس هادي كرئيس توافقي يدير العملية الانتقالية وعينت مستشار له ثم انقلبت عليه السؤال الرابع ألم تشارك هذه الميليشيا في وضع مخرقات الحوار الوطني ثم انقلبت على توافق اليمنيين وعلى العملية السياسية برمتها إذن كل شيء أمامنا يقول لا طريق نحو سلام مستدام في اليمن ما لم يتم تسليم السلاح والانسحاب من كافة المناطق للسلطة الشرعية ممثلة بالرئيس هذه كمرحلة أولى لا يسبقها شيء ثم التحول لحزب سياسي والمشاركة في حكومة توافقية بعد ذلك للإشراف على الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات وإنقاذ بقية المهام الانتقالية طبعا السلام على هذا النحو التراتب سيؤدي إلى سلام مستدام وإلى دولة تحتوي جميع اليمنيين وإلى شراكة جميع المكونات والأطراف شراكة جميع المكونات والأطراف في عملية سياسية لا يستقوي فيها بعضهم على بعض لا بالقهر والقوة ولا بالغلبة لكن إذا تم المشي في هذه العملية بالمعكوس بتشكيل حكومة توافقية الميليشيا جزء منها فهذا يعني بأننا سنكون على أمل زائف بأنه سيتم تسليم السلاح والانسحاب من المناطق فضلا عن أن هذا يتناقض تماما مع صريح القرار رقم 22-16 ومع ما سبق التوافق عليه في مخرجات الحوار الوطني ومع ما مخرجات المبادرة الخليجية سيؤدي مرة أخرى إلى شرعانة الانقلاب سيؤدي مرة أخرى إلى تغول الميليشيا في الدولة بأكملها وبالمحصل سيؤدي إلى صراع دائم ويعني اقتتال دائم أخيرا يعني دعونا نقمل ما تحدثنا فيه في نقاط مهمة من أجل عملية سلام مستدام في اليمن عملية وقف إطراق النار يجب أن تستمر ويجب أن يتزامن مع هذه العملية واحد تسليم جميع الأسلحة للسلطة الشرعية اثنين الانسحاب من جميع المناطق التي تم الاستيلاء عليها ثلاثة تحول الميليشيا الحوثي إلى حزب سياسي يمارس مشاركته في السلطة وفي القرار عبر عملية سياسية لا يتقوى فيها لا بالقهر ولا بالغلبة ولا بالعنف ولا بالسلاح أربعة طبعا والأمر ينطبق كذلك على جميع المجامع المسلحة لكننا نتحدث عن الميليشيا الحوثي كأولوية لأنها تنازع السلطة السلاح الثقيل والمتوسط وتنازع السلطة كذلك السيطرة على بعض المناطق أربعة الشروع في إجراءات عدالة انتقالية منصفة تنصف الضحايا وتعوضهم وتكرمهم وتعاقب أمراء الحرب تحاسبهم وتضمن عدم دخولهم العملية السياسية وعدم دخولهم كذلك الوظيفة العامة وتخلد الذكرة خمسة تشكيل جيش وطني من جميع مناطق البلد الجيش وطني ولاءه للدولة أولا وأخيرا لا للفرد ولا للحزب ولا للعائلة الشروع في عملية الاستفتاء على الدستور وحينما نتحدث عن الدستور نحن نتحدث عن الدستور الذي وقع عليه اليمنيون بعد مخرقات الحوار الوطني هذا هو مشروعنا للدولة المدنية الحديثة وهذا هو الدستور الذي توافق عليه الجميع وكذلك الشروع في الانتخابات على جميع المستويات يتوازل كل ذلك مع إقراءات اقتصادية دعم اقتصادي قوي للدولة اليمنية إعادة إعمار ومساعدة اليمنية بل القيام قيام المجتمع الدولي وقيام دول الإقليم بواقبهم تقاه هذا البلد تقاه تنميته اقتصاديا تقاه التزاماتهم لهذا البلد ولمواطنيها الالتزامات التي كتبوها في المبادرة الخليجية والتي صادقت عليها قرارة مجلس الأمن لكنهم حتى اليوم لم يقوموا بواجبهم شكرا جزيلا نشكر الأستاذة توكو الكرمان على ما فندته في حديثها عن الحرب وأسباب الحرب ترجمة نانسي قنقر